هذه أبرز العناوين هذا ما قاله مدرب الأهل المصري قبل مواجهة الرجاء البيضاوية شيبو يفجرها على الحكم جيد بعد مباراة الرجاء والوداد وليد راقراجي يتخذ قرارا جديدا بخصاص المنتخب المغربية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس هذا ما قاله مدرب الأهل قبل مواجهة الرجاء البيضاوية أكد سامي قنصان مدرب الفريق الأول لكورة القدم بالنادي الأهل أن النادي حقق فوزا مهما على غزل المحل يوم أمس خصوصا أنها مباراة تتوسط مبارتين غاية في الأهمية حيث جاءت بعد مباراة الهلال في دور أبطال إفريقيا وقبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نهاية كأس مصر وأضف كولر حضر اللاعبين من قوة غزل المحل اليوم ونتائجه الجيدة في الفترة الماضية وعن مواجهة الرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة دور أبطال إفريقيا أكد سامي قنصان أن كل الفرق المتأهلة في دور الأبطال قوية جدا والاستعداد للرجاء سوف يبدأ في التوقيت المناسب لكن الآن تركيزنا في مباراة بيراميدز المقبلة في نهاية كأس مصر وعن دور الجماهير قال جمهور الأهل العظيم كان له دور كبير في الفوز على الهلال السوداني وكذلك في تقديم دوافع كبيرة وجديدة لنا جميعا كجهازين ولعبين ونتمنى استمرار هذا الدعم شيبو يفجرها عن الحكم جيد بعد مباراة الرجاء والويداد عبر الدولي المغربي السابق يوسف شيبو المحلل الرياضي في قنوات بانسبورت القطرية عن امتغاضه من الطريقة التي أدار بها الحكم ردوان جيد قمة الرجاء والويداد الرياضيين برسم الجولة الحدية والعشرين من الدور الاحترافية وعلق شيبو على أداء الحكم ردوان جيد بعد نهاية المباراة بموقع التوصل الاشتماع انستغرام مؤكدا نعيب عار ومهزال اليوم تأكد أن الرجاء جالس يحرب فيها لا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم وتعادل رجاء الرياضي مع جاره الويداد الرياضي بنتجة هدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس الأربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء برسم الجولة الحدية والعشرين من الدور الاحترافية وليد راقراجي يتخذ قرارا جديدا بخصوص المنتخب المغربي كشف مصدر مقرب من مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم أن وليد راقراجي وضع سراتيجية عمل رفقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل الاعتماد على أكبر عدد من اللاعبين الشباب خلال المرحلة المقبلة وذلك لتهيئ الخلف الذي سيحمل مشعل المنتخب المغربي مستقبلا وتبادت المصدر أن استراتيجية الرقراجي تتمثل في توجه الدعوة إلى لاعبين الشباب من أجل حمل قمس المنتخب الوطني الأول ومنح فرصة المشاركة في المباراة الودية والاستئناس بأجواء المنتخب الأول وذلك ليكون فئة بالاستعداد عندما توجه إليهم الدعوة لللاعب في الفريق الأول ووضف المصدر نفسه أن الرقراجي يسعى إلى تخفيض معدل الأعمار بزيادة اللاعبين الشباب وإيجاد الخلف بالنسبة إلى بعض اللاعبين الذين ينتظر أن يغادروا المنتخب الوطني بعد تقدم أعمارهم مشيرا إلى أنه خلال كأس العالم الأخير بقطار أصبح المنتخب المغربي من المنتخبات التي تتوفر على اللاعبين صغيرة السن وقد أظهروا علو كعبهم وأن المنتخب الوطني سيستفيد منهم ولم يغفر رقراجي أن هناك لعبين في الجيل الحالي للمنتخب المغربي بإمكانهم المشاركة في نهاية كأس العالم 2026 بحكم صغر سنهم وأنهم قادرون على التطور والبصم على التألق من جهة أخرى أغلق رقراجي الباب أمام مجموعة من الأسماء المترددة بشأن حمل قميس المنتخب الوطني حيث أكد على أنه لن يقوم باستدعاء أي لاعب لانية له في حمل قميس الأصود وأنه لن يقبل المساومة في الأمر وزاد المصدر داته أن الرقراجي طالب بن السياني ملف اللاعب إبراهيم ديازم وتوسط ميدان نادي ميلان الإيطالية والذي سبق أن جلسه لحمل قميس المنتخب المغربي إلا أنه لم يجد أي تجاوب من دياز ما جعله يصرف النظر عن الأمر وردف الناخب الوطني أن تألق الأصود في مونديا القطر وبلوغهم دور نصف النهائي المسابقة جعل مجموعة من اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة يعبرون عن رغبتهم الكبيرة في حمل قميس المنتخب المغربي ويدرس رقراجي بمعاية طاقمه المساعد ملفات عدد من اللاعبين الجدد وسيقومون بانتقاء العناصر التي يمكن أن تعطي الإضافة للمنتخب الوطني الأول ياسيم بونو يورط مدربه الجديد مع إدارة إشبيليا تترقب جماهير نادي إشبيليا موقف المدرب الجديد لويس مندل بار من مشاركة الدولية المغربية ياسيم بونو الحارس الرسمي للنادي الأندلسية بعد أن غاب عن مباراة قادش الأخير عن الجولة السابعة والعشرين من الدور الأسباني اللاليغا وأكد التقرر إعلامي إسبانيا أن المدرب من ديل بار ينوي الاعتماد من جديد على حارس الساربي ماركو ديموتروفيتش خاصة وأنه حفظ على نظافة شباكه في المباراة الأخيرة التي جرت خارج القواعد وأدفت التقرر ذاته أن الاحتفاظ بالحارس ياسيم بونو على كرسي الاحتياطة قد لا يتير إعجاب إدارة النادي الأندلسية بالنظر إلى قيمة الحارس الدولي المغربي وتضحياتها التي قدمها للنادي فضلا عن كونه المتوج بجائزة زامورة عن الموسم الماضي وكان المدرب الجديد لإشبيليا قد أبعد الدولي المغربي بونو في أول مباراة له مع النادي الأندلسية وتعد المرة الأولى التي يجلس خلالها بونو احتياطيا في السنوات الماضية التي قضاها داخل إشبيليا وتجدر الإشارة إلى أن الحارس بونو رفض التفاوض مع مجموعة من الأندية الأوروبية بالسبب وضاية إشبيليا في ترتيب الدولي الإسبانية وفضل التركيز على فريقه من أجل قيادته إلى بر الأمان بابي وحكيمي يهزم لميسي في سباق حصانة باريس يحدى نجم باريسان جرمان كيليان بابي وأشرف حكيمي بحصانة داخل الصفوف الفريق وفق تقرير فرنسي القضاء على خطة النادي للميركات الصيف المقبل وذكرت صحيفة لب باريسيان أن إدارة البي اس جي وضعت اللمسة الأخيرة على خطة تجهيز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيف المقبلة وأشرت الصحيفة إلى أن داخل باريسان جرمان يوجد سباة لاعبين ممنوع المساس بهم أو التفكير في بيعهم لأنهم ركائز الفريق في المشروع الرياضي المستقبلية وبينت أنهم بابي الهدف التاريخي للنادي وحكيمي إضافة إلى جيانووجي دوناروما ونونومينيديش ودانيلو بيريرا ماركو فيراتي وماركينيوس قائد الفريق وأضافت الجولة التسع الباقي من مصابقة الدور الفرنسي ستكون فاصلة في تقييم إمكانية استمرار باقي اللاعبين وأشرت إلى أن الخطة الجديدة للمستشار الرياضي لويس كامبوس تهدد بالاستغناء عن أسماء عديدة مثل ميسي وسيرخيو راموس وفيتيانيا وكارلوس سولير ورناتو سانشيز وفابين رويز وخوان بيرنات وهوغو إكتيكي ويعتلي سانجرمان قيمة الدور الفرنسي برصيد 66 نقطة بيلاحق هولانس وأولمبيك مارسيليا برصيد 60 نقطة لكل منهما